موسيقى أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهل خط أحمر وحشتونا ومتواصلين معاكم دايما ووصلنا دعمكم وشعوركم النهاردة هفتقد أكيد زميلي وصديقي أسامة نتيجة ظروف شخصية كان صعب يكون موجود النهاردة بسببها وبتمنى له كل الخير وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون موجود الحلقة الجاية وسنائية الأهل خط أحمر تفضل مكملة معاكم كالعادة وزي ما بتحبوه النهاردة أتمنى إن شاء الله إن الرسائل اللي في الحلقة توصل معانا كلام كتير ومعانا مواقف كتيرة يمكن التوقف بتاع الدوري خلى الناس تعتقد إن الأحداث هادئة نسبيا بس فالأهل خط أحمر كل حاجة بتتقال على النادي الأهلي صعب تعدي من هنا هنبدأ بدايتنا بالحاجة اللي فرحتنا كلنا الإسبوع ده وهي تتويج النادي الأهلي ببطولة الطايرة الأهلي في الطايرة والماسترز فريق بعقلية وشخصية النادي الأهلي زي ما بتشوفوا اللي احتفالات هي دي شخصية النادي الأهلي وهي دي شخصية البطل فرق الطايرة من الفرق المحببة إلى قلبي لأن الفريق ده بيتميز بأنه هو عنده الجينات الأهلوية الخالصة البيور بتاع النادي الأهلي وهي فكرة الانتصار وفكرة الهزيمة وفكرة توصيع الفارق لأكتر وقت ممكن أنت قادر تحققه فكرة أن انت ما بتسبش فرصة لمنافسك فكرة أن انت كل ما تقدر توسع الفارق بتعمل ده هو ده اللي بيقدمه الماسترز هو ده اللي بيقدمه عمالقة لعبة كرة الطايرة في مصر وهو فريق النادي الأهلي يعني شفنا سلاسية صاحقة ده استلام الكأس مجلس إدارة النادي الأهلي برضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولحظة كانت مهمة جدا في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان سعيد باللقطة وكان سعيد بالبطولة والدعم المتواصل اللي بنشوف نتيجته في الملعب واللي نتمنى ينعكس على كل ألعاب الصلاة زي ما شفنا اللاعب عبدالله عبدالسلام القائد اللي عنده دايما دايما فكرة النادي الأهلي وفكرة إن انت دايما بتوسع الفارق هو ورفيقه أحمد صلاح وكل الفريق جمهور النادي الأهلي كان حاسس بالفرحة اليوم ده لأنه هو شاف فريق بعقلية النادي الأهلي شاف فريق بفلسفة النادي الأهلي طبعا الاحتفال كان واضح والسعادة بالبطولة يا جماعة داخل النادي الأهلي بيكون هو الإحساس الأهم والأكبر شفنا اللقطات واستعرضنا الفرحة وأعتقد نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن تتواصل دايما فرحة النادي الأهلي بالبطولات وبشوف إن الفريق ده شبه قوي جيل النادي الأهلي سواء جيل فريق التلامزة بقيادة هيدوكوتي وكابتن محمود الخطيب ورفاقه أو جيل مستر منوي الجوزيفة 2005 بقيادة أبو تريكا وبركات ومن معهم بشوف إن الجيل ده قريب جدا من الفلسفة دي والشخصية دي نرجع بقى للصور اللي معانا عشان عندنا أرقام مهمة جدا بدايتنا حتكون الفريق ده وصل لإيه الجيل والفريق اللي بقول لكم عليه إنه بشخصية النادي الأهلي واللي عنده جينات النادي الأهلي واللي بيفكرني بأجيال النادي الأهلي الزهبية في لعبة كرة القدم وصل ل81 بطولة وده رقم قياسي 81 بطولة في كرة الطيرة 33 دوري عام 21 كاس مصر 14 بطولة أفريقيا أبطال دوري و6 أبطال كاس و7 بطولة عربية كمان فيه شخص يستحق الدعم ويستحق الإشادة وهو المدرب اللي بيلقى ثقة الأهلوية واللي لو الفريق في لحظة كان فيه تعصر السنة دي الأرض ما تهزتش من تحته لإنه مدرب يصق في نفسه مدرب اللعبة بتحبه جدا وقريب من اللعبين نشوف محمد مصلحي ونشوف البطولات اللي حققها أربعة دوري تلاتة كاس تلاتة دوري أبطال بطولة عربية دي البطولات اللي كان محققها السنة دي اللي محققها قصدي مع النادي الأهلي كمان لما أنت تكون مش عارف إن لعيبة النادي الأهلي على قدر كبير جدا من التركيز ولما تبقى مش مسدق إن الجيل ده صانع فارق كبير قوي معاك ممكن تطلع نغمة زي برضو ما طلعت على أجيال الأهلي الزهبية وهي إن هم كبروا إن هم خلاص عجزوا إن فكرة استمرار مواصلتهم وتحققهم للبطولات كفاية كده بس ده ما بيحصلش مع النادي الأهلي عشان كده في احتفال أنا شخصيا بحبه لإنه بيدل على الإرادة وإن السن رقم مع لاعب النادي الأهلي ما ينعكس في الملعب أبدا نشوف الفيديو ونرجع نعق إياك إن أنت تفكر إن السن عامل ممكن يأثر في بطولات النادي الأهلي لعبي النادي الأهلي أشبه بالخوارق لعبي النادي الأهلي عندهم إرادة تعوض أي فرقات وتعوض أي ادعاءات من المنافسين اللحظة اللي أنت بتحط لنفسك مبررات للتفوق بتكون هي اللحظة اللي أنت بتخسر البطولات قدام الأهلي بسببها لأن النادي الأهلي عارف كويس قوي هو عايز إيه عشان كده اللعيبة اللي تقال عليها عواجيز كانت هي اللي كسبت بسلاسية صاحقة والعجز كان في الملعب أمامهم عايز أقول لكم إن فريق كرة الطايرة في النادي الأهلي بحقق رقم مخيف وهو آخر أربع مواجهات مع نادي الزمالك كان بيفوز بسلاسيات صاحقة يمكن كان في كاس مصر 2019-2020 الأهلي فاز في نصف النهائي بـ 3-0 في البطولة العربية فاز النادي الأهلي بـ 3-0 في الدور الحالي ذهابا إيابا فاز النادي الأهلي بـ 3-0 يعني أعتقد الرقم نفسه رسالة الرقم نفسه رسالة سلاسيات صاحقة للنادي الأهلي تخلي أي حد وشوفنا صحفيين منتمين للنادي الأهلي كانوا بيرهنوا بقلب على النادي الأهلي وأنه حيفوز بسلاسية لما تسأل نفسك ليه لأن راهن عن النادي الأهلي تلقى الرهان كذبان ده اللي حصل فريق بيكتسح بسلاسيات فتقدر بقلب وبقوة تقول إن النادي الأهلي هيكتسح بسلاسية جديدة كانت دي رسالة لفريق يستحق الإشادة وخلاص ألعاب الصلاة ما بقتش بعيدة عن الأضواء ده بقوا تحت الأضواء وفي قلوب جمهور النادي الأهلي اللي بينتظر من كل اللعبات في النادي الأهلي إن هي تحقق نفس النتائج وتحقق نفس المرضود أفلنا الصفحة دي وهي صفحة البطولات اللي مش هتتقفل في النادي الأهلي هي مجرد بتطوي صفحة استعدادا لصفحة أخرى من المجد ولكن عندنا مجد إفريقي ما ينفعش ننساه وهو دوري أبطال إفريقيا كابتن سيد عبد الحفيز في لقاءه مع كابتن إسلام الشاطر داخل قناة النادي الأهلي اللقاء اللي انتوا أكيد استمتعتم به قال عندنا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها وده مهم جدا إن الرسالة دي تكون وصلة قوي وتكون ده العنوان اللي عند لعيبة النادي الأهلي واللي أصق إن شاء الله لو هم حطوا ده قدام عينيهم هياخدوا اللي هم عايزينه من البطولة يوم من اللقاء المهم ده ولكن الترجي في لقطة مهمة جدا بالنسبة له ومؤسرة تم إيقاف طه يسين الخنيسي مهاجم الفريق واللي بدأ يستعيد كتير من مستوى في الفترة الأخيرة ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهد ترجي أوقف الاتحاد الإفريقي اللاعب نتيجة تعطي المنشطات من تاريخ الإيقاف و1921 لخرق قواعد مكافحة المنشطات طيب بالنسبة للناس في سؤال مهم وهو إن فكرة هل تقديم استقناف على الإيقاف يوقف العقوبة لا حتى لو اللاعب قدم استقناف العقوبة سارية إلى حين ظهور نتائج استقنافه وده اللي شفناه قبل كده لو نفتكر قصة حسام غالي الشهيرة وهو في السعودية كان فيه وقعة كان هو بريء فيها ولكن نتيجة حتى الاستقناف ما وقفتش العقوبة إلى أن أتى حسام غالي ببرأته هنا نتمنى أن اللاعبين تاخد بالها عموما بشكل عام فيما يخص الأدوية اللي بيتم استخدامها لأن المحاذير الطبية والقوانين الخاصة بمكافحة المنشطات أصبحت لها معايير سارمة جدا طيب نروح بقى للترجي على أرض الملعب بعيدا عن الإقافات جاءت قرارات الكاف بحكام الزهاب والعودة وهنا لنا وقفة مهمة جدا نحط عندها كذا خط ونركز فيها ونركز في التفاصيل وإحنا هنا عهدنا بيكم في خط أحمر إن إحنا دايما بنركز في التفاصيل لأن كتير جدا من الأحداث تكمن في التفاصيل نشوف طاقم حكام المباراة الأولى وهي مباراة الزهاب 19 يونيو في تونس حكم الساحة هو فيكتور جومز وحكم الظار هو جاني سيكازوي وبالنسبة لمباراة الإياب في 26 يونيو اليوم يانت هو حكم الساحة وردوان جيد هو حكم الظار هنا محتاجين نركز فيه محتاجين نركز أولا مباراة الزهاب المباراة الأولى في تونس محتوط لها حكم جيد جدا يتمتع بسمعة طيبة للغاية لدى الجمهور الإفريقي بشكل عام وهو الحكم فيكتور جومز الجنوب إفريقي طيب على الفار في مين في الحكم سيكازوي وعايز أقول في أن دوري أبطال أفريقيا مر الترجي بتجربة مهمة جدا كانت فيما يخص مواجهته مع الوداد اللي حصل نتجتها لغا التحكيمي كبير جدا ولغا حوالين البطولة نفسها ووجهتها طيب اللي حصل بعد كده أن أساسا كان في خطوات كتير جدا فيما يخص الترجي وفيما يخص أحداث تحكيمية لأن حكم الفار في المباراة دي اللي جاية وهو سيكازوي كان موقوف بسبب مباراة ما بين الترجي وبريميرو دو أجوستو الأنجولي على خلفية أخطاء تحكيمية كارثية طيب الإخوة في تونس وصلنا منهم المشاعر الجيدة جدا ومبادرات بتحاول أن احنا ناخد المباراة لبر الأمان ونحن معها كجمهور للنادي الأهلي أو كإعلام في النادي الأهلي أو رسالة إدارة النادي الأهلي اللي دايما بتكون بتسعى إلى فكرة الخروج ببر الأمان والعلاقات العربية العربية اللي لازم تكون في حرص عليهم كل ده شيء جيد جدا ولكن لازم نحط خط تحت حكم الفارسي كازوي اللي نتمنى أن قراراته تكون موفقة ويكون دايما لأن حكم الفار يا جماعة خطرته في تنبيه في لعبات كتير جدا فيكتور جوميز ماهوش خارج مهما كان حكم جيد فنتمنى أن يكون خروج المباراة بشكل لائق مخاوفي في مباراة العودة ولكن اللي بيقل المخاوف دي شوية رغم وجود الكاميروني أليوم نيانت وهو حكم عنده أخطاء فادحة شفنا في مباراة برامة زوناهة بركان وغيرها من المباراة ولكن زي ما قلت اللي بيطمني هو وجود المغربي ردوان جيد على الفار لأن ردوان جيد وحكم جيد بالفعل ولكن مفيش في التحكيم ضمانات ومفيش سق براءة لأي حكم أن انت تتعامل أن الحكم ده انت ضامن طول الوقت أن تحكيمه يكون مميز مش هنقول عادل لأن انت بتتوسم العدلة في الجميع ولكن نتمنى أن تاقم التحكيم في المباراة أعتقد أن تكون هم جدا يكون موفق ونتمنى أن فريق النادي الأهلي بشخصيته يبعدنا عن كل الحسابات دي بتحقيقه نتيجة إيجابية قوية في مباراة الزهاب في تونس وده هيسهل حاجات كتير جدا وصدقوني شخصية النادي الأهلي لما ده حصل في العطاة كتير وكنت مخلص المباراة في المباراة الأولى المباراة التانية كان تأثير التحكيم فيها مهما كان كان صعب نروح بقى للأمور المحلية بعد ما خدنا جولة في إفريقيا نرجع بيكم للمنتخب الأولمبي اللي عنده طموح حام جدا الأولمبيات هي دايما بطولة في مصر لها تاريخ من المشاركات نفتكر أولمبيات أمستردام في 28 ونفتكر أولمبيات لوس أنجلوس وكان في كل مرة سواء كابتن محمود الخطيف في لوس أنجلوس أو نفتكر كابتن مختار التيتش في أولمبيات أمستردام كان فيه مواقف مهمة جدا تخص النادي الأهلي ولأن النادي الأهلي هو دايما بقرة الأحداث الكروية في مصر كان فيه وقعة تخص لاعب أساء لرموز النادي الأهلي وتجاوز في حق ناس قدمت للنادي الأهلي كتير وللرياضة المصرية لأن اسم النادي الأهلي هو خير ممثل للرياضة المصرية والرموز دول قدموا كتير فعلا وقدموا كتير بجد وهو اللاعب إمام عشور اللي تم استدعائه ضمن قائمة المنتخب الأولمبي طبعا نتمنى كل التوفيق للمنتخب ونتمنى أن الكابتن شوق غريب يدير أموره بما فيه صالح المنتخب لأن أكيد أي مدرب ده مصلحته ولكن عندنا وقفة للتاريخ وهي تبين أن النادي الأهلي أكيد أكيد بيغلب دايما المصالح العليا للمنتخبات الوطنية ولكن في مواقف هي رسالة الكابتن شوق غريب لعل وعسى مراجعته لنفسه بعد ما يسمعها تخلينا نشوف إيه الأفضل لمصلحة منتخب مصر نسمع كابتن شوق غريب قاله عن انضمام إمام عشور للمنتخب ونرجع نعقل الموضوع إمام بالمناسبة إمام لاعب في المنتخب الإلومبي هو في حرص الحدود وشارك مباراة في المنتخب الإلومبي هو لاعب في حرص الحدود وراح من نادي الزمالك وشارك في البطولة من ضمن المجموعة اللي كسبت بطولة أفراك وكان احتياطي ما كانش حتى أساسي وشارك في آخر مباراة اللي هي كانت مباراة كوريا ومباراة البرازيل شارك في مباراة منه مباراة كوريا نعم تمام يعني متواجد على طول معاه في المنتخب الإلومبي كان فيه عقوبة انتباطية عليه ومقوف من اتحاد الكور خلينا نكون صريح معاه لو العقوبة مكادش خلص ودقاتي استمرت كان من الصعب أن أضم إمام عشور كلام محترم لكن العقوبة طالما انتهت وهو دفع القرامة وتعاقب كما رأت لجنة لجنة قانونية في اتحاد الكورى ولجنة انتباطية كلها ناس من القراءة إن العقوبة دي هي العدد ده ومبادع يشارك في المباراة وهو من كم القوة الأساسية التي هي المانع إنه يبقى موجود وعنده فرصة طبعا طبعا إيه المانع إنه هو يبقى موجود وعنده فرصة طيب لما نيجي نحكم على تصريح لازم نحط بعض المعايير كده اللي تخلينا نفكر في التصريح كابتن شوقي غريب كان حط قبل كده معيار لأهمية مشاركة اللاعب عشان يكون ضمن قائمة المنتخب أعتقد أن تفاكرين ده كويس وده اللي خلى النادي الأهل يطلع كتير من اللاعبي اللي كانوا مهمين واللي كان ممكن يفيدوه في السكواد الحالي للإعراض لما جه اختار كابتن شوقي غريب مصطفى شوبير كان فيه تعليقات عن اختيار اللاعب وكابتن شوقي غريب قال إن اللاعب كان من الكتيبة الأساسية معاه ومن اللاعب الأساسيين حتى لو ما شاركشوا ولكن هم كانوا من أعمدة المنتخب الأوليمبي ده المعيار اللي وقتها الزمالكوية رفضوه هو هو نفس المعيار اللي كابتن شوقي غريب اتكلم عنه دلوقتي في فلسفة ضم إمام عشور اللي بقاله فترة كبيرة جدا ما بيشاركش دي نقطة طيب النقطة التانية المعيار الفني ده قصة منتهية ولكن ما يعرف بالمعيار الأخلاقي المعيار الأخلاقي اللي محتاجين نقف عنده اللاعب عقوبته انتهى فخلاص ما فيش مشكلة هو معايا بمجرد معقوبته انتهت ولكن فيه أجواء لازم نفكر فيها يا كابتن شوقي لو دي معاييرك ده حقك وزي ما قلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب بأي مجموعة من اللاعبين لأن هكذا علمنا النادي الأهلي ولكن فيه رسائل تاريخية محتاج وانت بتفكر بالشكل ده تقعد كده وترجعها وتشوف حزبتك كانت صح ولا غلط نيجي لرسالتنا الأولى فيه لاعب عظيم هو يسمى أبو الكرة المصرية كابتن حسين حجازي كابتن حسين حجازي أو رفاقه كمان معاه حجازي 11 كان هو المسيطر على الكرة المصرية وهو الاسم الأبرز فيها في بداية تكوين الكرة المصرية بشكلها المؤثر وكان انتقاله من فرق لفرق بيحدث تأثير كبير وكان كابتن حسين حجازي اسم بارس في الكرة المصرية كابتن حسين حجازي 1928 كان بين جنبات النادي الأهلي كان موجود جوه النادي ده ولكن النادي الأهلي بيخوض نهائي الكأس السلطانية في 1928 وبيخسر النادي الأهلي من نادي الترسانة في وقعة شهيرة جدا اللي حصل كابتن حسين حجازي كان عنده اعتراض على تفاصيل كتيرة تخص المباراة مش معترض عشان نفسه ولا عشان قرار صدر في حقه ولكن معترض عشان حقوق شاف ان النادي الأهلي ما حصلش عليها داخل المباراة ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما فاز نادي الترسانة ولحظة استلام الميدليات رفض كابتن حسين حجازي وهو على كتف وشارة الفريق انه هو يذهب لاستلام الميدليات ايه اللي حصل؟ بعض اللاعبين من الفريق حزوا حزوا الكابتن بتاعهم وما رحوش استلموا الميدليات انتهت الوقعة بالشكل ده داخل الملعب ولكن ابدا لم تنتهي الوقعة داخل جدران النادي الأهلي يا كابتن شوقي غريب لان ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان بيرقص النادي الأهلي جعفر والي باشا الشخص اللي قال الاخلاق قبل البطولة الشخص اللي شاف ان انت لازم يبقى عندك ضوابط وروح رياضية الشخص اللي شاف ان حتى لو عندك حق ما ينفعش تاخده بالشكل ده وما ينفعش داخل منظومة النادي الأهلي تعبر عنه بالشكل ده رفض استلام الميدليات كان موقف لم يمر مرور الكرام في وجود جعفر والي باشا ايه اللي حصل؟ صدرت القرارات الآتية في الوثيقة التاريخية اللي حنعرضها معكم القرارات دي صدرت من مجلس إدارة جعفر والي باشا كانت القرارات بتتمثل في إقاف اللاعب إقاف اللاعب اللي رفض استلام الميدليات في وقع شاف النادي الأهلي ان هي بتؤثر على فلسفته الانضباطية وبتؤثر على لوائحه اتقال ايه؟ أولا المجلس قال إبداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكوا أفراد فريق النادي الأهلي بعد انتهاء هذه المباراة ثانيا ودي ضوابط النادي الأهلي ودي درس للتاريخ يفخر بيه كل أهلاوي إقاف رئيس الفريق حسين حجازي لمدة ثلاثة أشهر لأنه بصفته رئيسا للفريق تقع عليه المسئولية في كل ما حصل تالت حاجة انزار باقي اللاعبين معدى رياض شوقي زكي عثمان لأن الأخيرين قام بالواجب اللي هو استلام الميدليات رابعا إبلاغ هذا القرار للجنة الكأس السلطنية والاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم وعرض النادي الأهلي قراره والإقاف على لوحة النادي الأهلي لمدة خمستاشر يوم النادي الأهلي حط القرارات التاريخية دي على لوحة داخل جدران النادي الأهلي اللي بيوسق تاريخ ويكتب تاريخ بيقول للناس إن حسين حجازي كابتن الفريق وأبو الكرة المصرية وأهم لاعب في الكرة المصرية هو مش أكبر من النادي الأهلي هو مش أكبر من اللوايا هو ما ينفعش يعمل وهو داخل جدران النادي الأهلي أي قرار يكون فيه إساءة للنادي الأهلي خمستاشر يوم القرار معلق على جدران النادي الأهلي لأنك أنت كابتن الفريق فعليك مسئولية هو ده كابتن شوق غريب النادي الأهلي اللي أخطر اللي اتحاد المصري لكرة القدم بقراره النادي الأهلي اللي أتى أولا في قراره بيقول لاتحاد الكرة أنا بعمل كذا لإن ده الصح وده الواجب وده المعايير وده الأخلاق وده الكود الأخلاق اللي بيتمتع بين النادي الأهلي أعتقد رسالة المهم كمان أن الرسالة عظمتها ما كانتش بتنتهي في ده أبدا بتنتهي أن المنتخب المصري كان رايح يلعب أولمبياد أمستردام 1928 وده الربط يا كابتن شوقي المنتخب اللي كان رايح يلعب الأولمبياد اتحرم من حسين حجازي لأن النادي الأهلي كان عنده موقف واضح في إقاف اللاعب لأنه شاف أن الأخلاق قبل البطولة المنتخب المصري اللي سافر بدون حسين حجازي حقق إيه حقق إيه يا كابتن شوقي خسر اللاعب لأنه خالف معيار حقق إيه المنتخب المصري حقق تاريخ حقق أفضل نتائج المنتخب المصري في المشاركات الأولمبية في الوقت ده حقق رابع البطولة فزنا على تركيا وكان البطل هو مختار التتش اللي خرج بمبادئ النادي الأهلي بعد ما رحل حسين حجازي وقد ثورت النادي الأهلي ثورته الأخلاقية قبل أن تكون ثورته على مستوى النتائج مختار التتش سجل هاتريك في شباك تركيا في فوز بسبعية للمنتخب والمنتخب المصري بيفوز على البرتقائل وبيتاخد مختار التتش كأحسن ظهير أيصر في العالم وبيرجع المنتخب رابع البطولة هي دي الأخلاق وهي دي الرسالة وهو ده الدرس يا كابتن شوقي غريب هتعتقد أن دي حاجة مرتبطة بفترة ما ربما تيجي تقول أن التاريخ ما بيمتدش على امتداد طوله أو خطه وأن المواقف اللي كانت بتصلح 1928 ما تصلحش بعد كده ولكن ده برضو مش موجود في النادي الأهلي وده مش موجود في المنظومة اللي بعيدا عن النادي الأهلي وده رسالة لبعض الأندية اللي لازم يكون عندها معيار واضح وصريح وبعض المدربين اللي لازم يكونوا عارفين أن أبدا مستحيل المعايير الغير أخلاقية تجيب بطولة كابتن إبراهيم حسن في مباراة لمنتخب مصر أمام منتخب المغرب في التصفيات بيروح لجمهور المغرب وبيخرج منه سلوك مرفوض إشارات لجمهور المغرب والأمور تشتعل كابتن إبراهيم حسن وهو راجع عارف أن العقوبات بتنتظره نتيجة الوقع نعرض الوثيقة التاريخية لجريدة الأهرام هنا لازم نشوف التسلسل بتاع الموقف نفسه الاجتماع الطارق لاتحاد الكرة غدا والتفكير في إيقاف إبراهيم حسن لمدة سنة طيب في اللحظة اللي كان التفكير فيها داخل اتحاد الكرة لإيقاف إبراهيم حسن لمدة سنة كان إيه اللي بيحصل داخل جدران النادي الأهلة ودي رسالة لبعض الأندية في وقعة إمام عشور النادي الأهلي كان بيفكر إيه وقتها هل قال لما شوف اتحاد الكرة حيعمل إيه؟ أبدا النادي الأهلي في نفس اليوم خرق خبر في جريدة الأعرام بيقول لجنة الكرة بالأهلي ناقشت توقيع عقوبة ضد إبراهيم حسن لسوء سلوكه في مباراة المغرب ده النادي الأهلي وده المعيار الأخلاقي طيب انتهى هنا الدرس لا نجي نشوف الوثيقة الثالثة الوثيقة الثالثة كانت بتعلن عن عقوبة النادي الأهلي لجنة الكرة ناقشت توقيع عقوبة لسلوكه نيجي بقى للوثيقة اللي بتقول الأهلي يؤكد أن الخطأ واضح ولا يقبل النقاش ويرفض التحقيق مع اللاعب إبراهيم حسن يعترب بأنه أخطأ ويطالب باستعمال الرأفة هنا الخبر وكان كذبه الأستاذ عمر الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حاليا وكأن التاريخ بيد دروس من زمان ولكن البعض لا يعد دروس في أول ردت فعل عقب وصوله إلى القاهرة وعلمه بالعقوبة التي وقعها عليه النادي الأهلي والعقوبات التي تنتظر من قبل اتحاد الكرة أكد إبراهيم حسن مدافع لأنه يعترف تماما بأنه مخطئ نيجي هنا عشان نشرح الدرس الدرس يتشرح في تسلسل الموقف وهو أن في اللحظة اللي كان لسه العقوبة ما خرجتش من اتحاد الكرة كان النادي الأهلي بيوقف كابتن إبراهيم حسن أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وبيختر اتحاد الكرة بالإيقاف زي ما عمل بالزبط جعفر ولي باشا وفي وقعة مهمة جدا في 1928 جعفر ولي باشا كابتن صالح سليم كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب ورؤساء النادي الأهلي عندهم معيار دي رسالة لبعض الأندية وكمان اتحادات الكرة في الوقت ده كانت عارفة يعني إيه تروح أولمبياد أمستردام من غير حسين حجازي ويعني إيه كابتن إبراهيم حسن تصدق على إيقافه لأن ده اللي حقق فيما بعد بطولات مهمة جدا كابتن شوقي غريب الرسالة كانت تاريخية انت حر في قراراتك ولكن التاريخ يحكم أخيرا والنتائج اللي بتتبني على غلط أكيد بيكون مرضودها سيء نتمنى تراجع تاريخ النادي الأهلي وتاريخ المواقف المشابهة والدرس يكون وصل نشوفكوا بعد الفاصل لأن لسه معنا فقرات همة وقوية جدا استنونا رجعنا لكم وفقرة جديدة فقرة مهمة أعتقد البعض ممكن يجذب على نفسه يجذب على جمهوره يغير حقائق كل ده يخصه ولكن إنك تجذب في تاريخ النادي الأهلي ده اللي لا يمكن يحصل ولا يمكن يقبل بيه إعلام النادي الأهلي ولا يمكن يترك البعض وهو بيطلع بوسائق أنا آسف هي ملهاش كلمة واحدة غير مزيفة ويرصغ بيها ويوصغ بيها تاريخ غير حقيقي وكمان البعض بيحاول إنه هو يوصغ شيء من العدم والبعض كمان بيجذب على نفسه قبل ما بيجذب على الناس وفيما يخص حقوق النادي الأهلي الكذب معنا ملوش مجال وملوش رجلين بجد نيجي بقى للمثال الحي على تغيير التاريخ نادي الزمالك كان بيحتفل منذ أيام بالفوز على النادي الأهلي بسوداسية شهيرة كانت في كأس مصر بنتيجة 6-0 حقك فيش مشكلة انتصاراتك قليلة وبتفرح بيها تمام فرصة ما ينفعش تفوتها برضو ماشي إنما اللي مش ماشي واللي مش تمام إن انت وانت بتعمل ده تغير التاريخ تعالوا نطلع ونشوف خالد الغندور قال إيه ونرجع نعقب على التاريخ الحقيقي مش التاريخ اللي هم عايزيننا نشوفه بحين ذكرى فوز النادي الزمالك في ذاك الوقت كان اسمه نادي فاروق على النادي الأهلي بنتيجة 6-0 في نهاية كأس مصر ودي كانت أكبر نتيجة ما بين الفرئتين أكبر نتيجة ما بين الفريقين يعني أكبر نتيجة تحدث في تاريخ لقاء الفرئتين هو نتيجة 6-0 944 من 76 سنة الكلام اللي بيقوله خالد الغندور بيتنقله سنة بعد سنة كلام ده كان السنة اللي فاتت قال برضو كلام السنة دي وحاولوا تربطه معايا التوقيتات لأنه هي اللي مهمة جدا توصلنا للهدف من الفقرة طيب الوثيقة اللي تعرضت دي كان بيعرضها كابتن خالد الغندور عشان يوثق بيها الفوز ده طيب بعيدا بقى عن الوثيقة اللي حنقف عندها كويس قوي هو فعلا الزمالك حقق أكبر نتيجة تاريخية في نهاية الكأس ده بالفوز على النادي الأهلي 6-0 ولا النادي الأهلي كان ليه فوز قبله هو ده أكبر نتيجة مسجلة ما بين الفريقين وأول أكبر نتيجة بين الفريقين موثقة ومسجلة هي نتيجة فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 6-0 موسم 25 26 دوري منطقة القاهرة وهو المسابقة اللي بتوازي الدوري المصري وقتها قبل بدايته في موسم 49 كان فيه دوري منطقة القاهرة فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك 6-0 يعني حتى دي كانت البداية عندنا احنا حتى دي كانت البداية من النادي الأهلي ما فيش حاجة تعتقد للحظة ان انت تقدر تسبق النادي الأهلي فيها وعلى فكرة الكلام مش مرسل زي ما انت بتعمل بوثيقة غير حقيقية حنقف عندها كتن لان دي مش اول مرة الكلام على لسان مؤرخين زي ما الكوية هم اللي اتنين اتكلموا عن فوز النادي الأهلي بنتيجة 6-0 كأعلى نتيجة بين الفارقين حقاها النادي الأهلي أولا نطلع ونشوف التاريخ الحقيقي مش التاريخ اللي بصائق مضروبة نطلع ونشوف الفيديو يعني يمكن الناس عارفة انه فيه 3-6 حصل الـ 6-2 طوال زمالك في الاربعينات والـ 6 طاعت الأهلي في الالفنات لكن فيه حاجة تانية قابلهم انا الحقيقة فيه موسم 25-26 في دوري القاهية والحقيقة ما كنتش عارف حقيقة ان المباراة دي هات لغاية ما كنت بدار في دوري الكتب فيه جريد اسمها الألعاب سنة 26 وجريدة حتى ما كنتش كاملة ولكن وجدت في أحد أعداد الجريدة جدول بالنتائج مباراة الفرق مع بعض في دوري القاهرة ففجأت ان الاهلي غالب الزمالك 6-0 في أحد المباراة في العشرينيات موسم 25-26 حاولت ان انا اوصل لأي تفاصيل زيادة مين يسجل مين عمل مفيش حاجة اي حاجة تاريخ المباراة مفيش خالص ويبدو ان الجرائب في الوقت دا ما كنتش بتتم قوي بالموضوع الاهلي والزمالك وكانت بتتم أكتب عسين حجازي أبو كورا مصري طبعا أنا زمالكوي جدا 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 بس لازم الحق يقال ان في بعض المورخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الأستاذ خالد ودكتور طارق والناس دي اكتشفوا في دوري القاهرة اكتشفوا ان في مباراة في دوري منطقة القاهرة كانت في موسم 25-26 انتهت بسوداسية لنادي الأهلي ولكن للأسف لا يوجد معلومات مين اللي أحرز الأهداف هي كانت في الدوري الأول والأهلي هو اللي قادر بطولة ساعتها في دوري 25-26 كان حسين حجازي بالرجالة بتاعته موجودين في النادي الأهلي وقدروا يكسابه في المباراة دي 6 صف ويمكن أنا أعتقد والله أعلى وعلم ان المعلومة دي أول مرة تسكرها رغم أن أنا زمالكوي بس أنا حبقى محايد جدا في الموضوع ده ولازم يقول انه اللي علينا الأهلي فاز على الزمالك بستة أهداف غير الستة واحد طبعا المعروفة للجميع يا أخي حتى دي ما انتش قادر تتفوق على الأهلي فيها حتى شعورك بان انت متفوق علي وسابقني فيما يقص الفوز بستة صفر على النادي الأهلي فيه اتنين ستة ألف تسعمية أربعة أربعين برضو دي مش أول تفوق ولا انت قادر تسبقني فيها لأن النادي الأهلي بشهادة سنائزة ملكاوي فاز عليك ستة صفر في دوري منطقة القاهرة ألف تسعمية خمسة عشرين ألف تسعمية ستة عشرين لحد هنا انت فتحت لنا باب كويس قوي وبما انك اتكلمت على النتائج التاريخية اعتقد انت رحت في حتة صعبة قوي لان احنا محتاجين نستعرض النتائج التاريخية للنادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك ستة صفر مرة ألف تسعمية خمسة عشرين والستة واحد أكيد الشهيرة في ألفين واثنين ولكن ما كانش ده بس خمسيات النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك نستعرضها عندنا تلت خمسيات في شباك نادي الزمالك أكبر نتائج بخمسيات ألف تسعمية تلاتة وسبعين الأهلي في شباك نادي الزمالك خمسة واحد ألف تسعمية تلاتة وسبعين النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك خمسة تنين سبعة وتلاتين خمسة تنين وألف تسعمية تمانية وتلاتين خمسة صفر التلت خمسيات دول حصلوا خلال قد سنة وشهر وسبعتاشر يوم يعني كل ما كنت بتحاول تفوق من خماسية تلاقي التاني كل ما بتحاول تفوق من التانية تلاقي التالتة سمعت عن دربي فيه فريق خسر من فريق تلات خماسيات في سنة وثلاث شهور أظن صعبة قوي أظن مش هتلاقيها أظن لو حنحط التاريخ قصاد التاريخ الموضوع حيبقى صعب عليك بس مش ده بس لو استعرضنا على فكرة انت بلا أي خماسيات أمام النادي الأهلي في المباريات الرسمية تعال بقى نستعرض الرباعيات رباعيات النادي الأهلي في شباك الزمالك وهي ملاحم رباعية نستعرض التصميم 11 مرة فاز النادي الأهلي على الزمالك في المباريات الرسمية برباعية مقابل رباعية واحدة فقط للزمالك 11 مرة 1930 و1937 و1953 و1960 و1941 و54 و78 و24 و2017 و2013 11 مرة النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك بربعية اي تاريخ ممكن تزهو بيك اهلاوي وانت بتتكلم عن 11 ربعية في دربي انا اسف ما يسمى بالدربي او بمعنى اضق ما يسمى مجازا بالدربي يعني الدربي المزعوم 11 ربعية و3 خمسيات وسداسياتين اعتقد كان مهم جدا توصيق ده بما انك اتكلمت عن اول نتيجة بس الحقيقة لو انا هتكلم معاكم عند النقطة دي بس كان الامر بقى سهل كتير جدا نسبيا وكان الموضوع ما بقاش فيه مشكلة وهو ان حد بيقول نتيجة اخفل فيها نتيجة قبلها للنادي الاهلي فرضينا ولكن ان انت تعرض وصيقة غير حقيقية ثم تتحدث عن من يزورون التاريخ هنا الموضوع يستدعي وقفة وفي الاحتفال الاخير بالسوداسية اللي كان بيتكلم عليها كابتن خالد الغندور ظهرت وصيقة على الهوى عن فوز نادي الزمالك بسوداسية تعالوا نشوف الوصيقة وتعالوا نشوف كابتن خالد وضيوف وقالوا ايه عن تزوير التاريخ وتعالوا نرد رد مهم جدا عشان نعرف التاريخ ازاي فعلا بيتزور نطلع ونشوف الفيديو ما ييجي اسكر الموضوع 6-0 ده فيقولك انت لسه فاكر يا عم ده سنة 1944 متاس فاهم قصدي معين انت موضوع 6-1 ده من 30 سنة برضو وما جدا عنا في البداية وكل ما قلت ايه كمان ما ديجي نتكلم على النظر القرن يقولك يا عم انت لسه فاكر ده من 20 سنة يا عم لكن من 30 سنة لا عادي يعني المطش ده على ارض الواقع ناس بتقول مش حقيق الناس بتقول بتشكك في هذا اللقاء ناس تقولك ده النادي الاهلي كان بيلعب بالناشئين ده كانهم سافرين فلسطين ومعرفش واتمنعوا كلام تيه فبالتالي التاريخ اتكتب ان فيه فوز ما تجيبولنا الجرنان كله على الشاشة التاريخ تعرف ان فيه مرة معلق فيه مرة معلق وشهير مش عايز اقول اسمه يعني وشهير ان هو شاطر في المعلومات يعني كده قالك على فكرة سنة معرفش قالت 900 وكم 30 و20 الزمالك الاهلي فاز على الاهلي 9-0 الزمالك فاز على الاهلي 9-0 الاهلي فاز على الزمالك 9-0 وابتدى يكون فيه تزوير في الصفحة يعني فام جرافيك يعني جرافيك كده وتزوير في الصفحة وابتدى هو يؤكد الخبر فطلع الكابتن حسن المستكاوي كابتن حسن المستكاوي على فكرة رجل أهلاوي يعني عائلة أهلاوية وصحفي كبير يعني فجابوله اللي بتاع فقال لك الكلام ده مش حقيدي مزورة وعمر ما ده ما حصل في التاريخ يعني يعني دي فقرة أتمنى كل حد معني بالإعلام الرياضي يتفرج عليها لأن هي لو حصلت في أي مكان إعلاميا كفيلة بين الشخص اللي حنعرض له الحاجات الجاية دي يطلع يعتذر على الأقل ويقول إنه هو عمل تصرف مكان ينبغي أن يفعله عن عمد وهو تعال أقول لكم الأول الصياق بتاع الفيديو ده كابتن خالد الغندور بيتكلم عن الفوز اللي بيقول أصل الناس بتقول ده من كام سنة أصل الناس بتقول مفيش أخبار عنه أصل الناس بتقول إنه مفيش حاجة تثبته على فكرة أنا بقول لك الفوز ده حصل فعلا ولكن إنت عشان تثبته عملت إيه عملت جريمة مهنية وعلى فكرة أنا لا أبالغ في الوصف ولما تتفرجوا على الفقرة ده لأي حد بيقيم مهنيا يحكم اللي حصل ده جريمة مهنية ولا لأ إيه اللي حصل كابتن خالد الغندور عرض وهو شغال عشان يوسق الخبر صورة مضروبة صورة مزيفة عن الفوز بالسوداسية وعشان خطر هو شايف إنه مفيش حاجة توسق الخبر زي ما قال والناس بتقول من زمان وفيش حاجة صورة ليه أو بتاع فحب يفبرك حاجة وتظهر على الشاشة كوثيقة تفضل تتناقلها الناس الأغرف ده وهو بينهي الفقرة يا جماعة اللي مش قادر أتخيل درجة إن حد ممكن يعمل كده اتكلم عن إنه نادي الأقل يفاز على نادي الزمالك بسبعة وتكلم إنه اللي قال كده بالدعاء ضرب وزور فوتوشوب أو عمل حاجة جرافيك عشان يثبت الفوز ده وقال ده إن ده شكل من أشكال التزوير هو اللي حكم وهو اللي حط المعيار طيب إنت ممكن تيجي تقول أصل اللي اتعرض على الشاشة والوثيقة اللي اتعرضت دي هو ما كانش واخد باله منها هو شغال على الهوى وحاجة ظهرت وإن كان ده مهنيا مش مظبوط ولكن نعفيه منه طب تعالوا نشوف أولا الوثيقة اللي ظهرت دي هو فعلا ما كانش قاصد إنها تتعرض ولا يعرفها ولا نزلها في بوست بنفسه على صفحته على الفيسبوك نستعرض الوثيقة اللي نزلها على صفحته وبيقول أكبر نتيجة في لقاء الفريقين فوز الزمالك بستة نسبنا من المكتوب ده لأنه لا يعنينا ولا يهمنا في شيء ولكن نتيجة ستة صفر المختلط صحق الأهلي نرجع بقى هنا عشان نرد رد مهم جدا أولا ده مستحيل يكون لوجو الأهرام اللي موجود في 1944 ثانيا أنت أنا هستخدم لفظ جاية شوية ما عندكش ضراية بتاريخ نديك وده عيب وده عيبك قوي لأن في 1944 كان قريدي نادي الزمالك ما بقاش اسمه المختلط وكان اسمه نادي فاروق إذن انت بتستشهد بوثيقة لو أنا عندي بديهيات المعرفة بتاريخ ندية مستحيل حكون عارف إن هي صحيحة ننشر الخبر المهم جدا اللي بيأكد أن نادي الزمالك قبل 1944 ما كانش اسمه نادي المختلط لأن في 26.641 نادي فاروق الأول تحت شعار نادي فاروق الأول تفضس صاحب جلالة الملك وأصدر أمره الكريم بالموافقة على تسمية نادي المختلط للألعاب الرياضية بنادي فاروق الأول هنا نرجع ونقول إن أولا الوثيقة اللي تعرضت بنشرح لكم أنتم كجمهور ليه مستحيل تكون صح طيب حتيجي تقول لي هو في البرنامج أعرضها وهو مش عارف وهو على فيسبوك نزلها وهو مش عارف ممكن كمان أروح معاك لحسن النواية قوي ده وإن كان أنت عارف الشخص كويس وعارف منهجه ولكن تعالى هأقر معاك للحظة إنه هو مش عارف إن الوثيقة دي غير حقيقة طيب تعالى بقى نشوف فيديو مهم جدا إنه هو فعلا كابتن خالد الغندور وكل المعنيين بالإعلام والمهنية يقفوا عنده لإنه صعب قوي تطلع وصيق أنت مش عارف أنت عارف إن هي مش حقيقة وتتحدث إن هي حقيقة كابتن خالد الغندور عارف ولا مش عارف نشوف الفيديو ده اللي كان من سنة في ذكرى برضو الفوز بالسوداسية ونرجع نكشف الحقائق مش بس نعقب نطلع للفيديو نادي فاروق أو نادي زمالك حاليا فاز بهذه المباراة 6-0 طبعا معانا الأستاذة مصطفى هلش الناقد رياضي يحكينا ظروف هذا اللقاء لأنه من المؤرخين والمتابعين الجيدين للقاءات نادي الزمالك الفاروق سابقا أستاذ مصطفى إزاي حضرتك أهلا مستخرة كابتن خيال التحيات لحضرتك ولكل جمهور الزمالك أتفضل في البداية بس أعيش أوضح أن الاسكرينة اللي ظهرت في الأول باسم المختلط دي مش من أنا بعيدكم دي حاجة يعني كانت بتمتداول زمالك على سوشيال ميديا وغير صحيحة لأن الزمالك كان اسمه فاروق من سنة 41 لأربعة صحية ما أنا قلت الكلام ده فاروق فضل احنا متخيلين الموضوع وصل ليه الفيديو ده مش بتاع الحلقة اللي فاتت ده فيديو من سنة لما عرض فيه نفس الوثيقة من سنة دخل عليه ناقد رياضي قال له الصورة اللي ظهرت دي غير حقيقية فرد قال له أنا عرفت واعتذرت بعد مرور سنة خالد الغندور هو هو نفس الشخص أخذ نفس الوثيقة عرضها في برنامجه ونزلها على صفحته هل الشخص اللي دي ضوابته ومعييره المهنية ممكن أنت تقبل منه أي شيء على أنه هو تتوسم فيه الحقيقة أو المعيير المهني مستحيل اللي حصل ده وعرض وثيقة سبق له أن عرف أن الوثيقة غير حقيقة ومزورة وإصراره على عرضها يستدعي وقفه من المعنيين بالإعلام الرياضي خصوصا إن فيه حق للنادي الأهلي لو أنت بتتكلم في شيء يخصك فده حقك وبتعمل ده كتير قوي في اللي يخصك إنما اللي يخص النادي الأهلي لا يمكن نقبل إنك تدعي على النادي الأهلي خصوصا إن أنت شفت إن الناقد الرياضي اللي عرض فوز النادي الأهلي بسبعية وعلى فكرة يا غير صحيحة إنه هو عمل حاجة جرافيكس ومزورة وإنه ما كانش ينفع أخلاقيا يعمل ده ده كان معيارك أنت كخالد الغندور وبمعيارك أنت كخالد الغندور اقل بالكلام وحولوا عن نفسك عن الصورة اللي أنت عرضتها هتعرف أنت عملت إيه طب زيتكم من الشعر بيت هل دي صابقة من نوعها بعد ما تأكدنا إن ما فيش أي حسن نية ليها تخلينا نقول إن الموضوع يا جماعة غلطة وتعدي وإن كان الغلطات في حق تاريخ النادي الأهلي هنا مش هتعدي على فكرة بس نتكلم بشكل عام هل هو غير معتاد على ده نشوف كابتن خالد الغندور وهو بيتحدث عن مظلومية نادي القرن في حضور فيكن جزم جيان اللي هو بيعمل داخل التعادل أفريقيا لسنوات وبيعرض معاه وثيقة أيضا غير حقيقية بالمرة وبيتكلم عنها وبينسبها لجهة هي ليست صاحبة الوثيقة بما يؤكد إن ده منهج إعلامي يستدعي وقفة ووقفة شديدة نطلع ونشوف الفيديو ونقول لكم إزاي ده بيتكرر بي وما زال الحديث بقية أقول لكم حاجة مهمة أوي يمكن جبت الصورة منها وده انفراض لبرنامج زمال كاوي المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بعته للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 عشان يعلموا بأن الزمالك على قمة الفرق الأفريقية بعدد بطولاته أهي وانتوا شايفينه على الهواء مباشرة أنا هو صورة فاكس الفيفا هو الزمالك طبيعي ومنطق الفيفا مالوش يعني تفاصيل داخل اتحاد أفريقي فيفا بيرى إن مين أكتر فريق واخد بطولات فبعت الفاكس ده للاتحاد المصري لكرة القدم دكتور فيكن بيقول إن دكتور مستفى مرات فاهمي يعني هو اللي حط المعايير وقد يكون بأخذ رأي التنعبد صالح الوحش اللي هو رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي في ذاك الوقت الفاكس ده وصل للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قيل لي ونتأكد إن 1999 مصري اتغلبت من السعودية خمسة في كاس القراط مع الكابتن جهري مطارت تقريبا حازم وعب سطار تقريبا وبعديها تم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وجاء كابتن عب صلح الوحش بالتعيين سنة 2000 ووصل كابتن عب صلح الوحش هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور بعدها بشهور تم الإعلان عن من هو نادي القرن في أفريقيا دكتور أرجع لحضرتك يمكن معاك المستند ده حضرتك تترجمه لي معلش يعني المستند ده نحن نتحمل مسئوليته يعني لكن حضرتك أنا أرغم غير ما تحمل مسئوليته أنا أرغم غير ما تحمل مسئوليته حضرتك يرغم لأنه هو باللغة الإنجليزية أكد فيكين أنه هو هيقرأ المستند على مسئوليتك ليه؟ لأنه ببساطة عارف أنه ده مش خارج من الفيفا الوثيقة أيضاً اللي عرضت في قضية نادي القرن هي وثيقة منسوبة للفيفا وكابتن خالد الغندور قال أنه بيتحول مسئوليتها مين اللي حسبه؟ على أنه عرض وثيقة لا تنتمي بأي شكل من الأشكال للفيفا الوثيقة دي يقدر أي حد يفتح موقع RSSF الموقع ده معني بالإحصائيات بيعمل فيه ناس هو وهو كاتب أنه بيقبل المتطوعين وبينزل تقييم للأندية وفقاً لمعاييره ما فيش مشكلة هو حط المعيير في نهاية قرن العشرين البطولات وحط نادي الزمالك أول ده شيء لا يعنينا إطلاقاً لأنه بيختلف عن معايير النقاط التراكمية لنادي القرن في أفريقيا ومع ذلك هو عرض ده على اعتبار أنه وثيقة للفيفا هل يتخيل حد حجم التجرق في عرض وصائق معروف مسبقاً أن هي غير حقيقية وفي الآخر يتقال على مسؤوليتي يا جماعة اللي بيحصل ده يستدعي حساب وحساب عسير ويستدعي أن الشخص يقيم اللي هو بيعمله لأن الموضوع ما بيعاش وجهات نظر نختلف ونتطفق أهلي وزمالك ونتكلم في حقوق النادي الأهلي والزمالكوية يتكلمه في حقوق نادي الزمالك ده دور الإعلام ولكن المهنية لا تسقط وانت بتعمل ده وإذا سقطت المهنية سقط كل شيء والبعض أعتقد أنه فعلاً سقط عنده كل شيء نروح برضو لنقطة مهمة فيما يخص السوداسية اللي أخرجت كتير جداً من الكلام الغير حقيقي حاول الأستاذ عمر الدردير وهو اللي اعتاد الفترة الأخيرة أنه هو بيقدم شكل كوميدي رياضي أنا بصنف أنه هو بيدخل لون جديد للإعلام يعرف بالكوميديا الرياضية يعني الموضوع هذا لي أكتر منه جدي أو أكتر منه معلوماتي طبعاً قسارة النادي الأهلي بسوداسية 44 كانت مرتبطة ارتباط أصيل بصفر النادي الأهلي لفلسطين ولكن تعالوا نشوف أستاذ عمر الدردير تحدث في إيه عن التاريخ وعن الصفر لفلسطين وعن أسباب السوداسية ونرجع نعقب لأن النهاردة يوم إطلاق الحقائق على أكاذيب لا يمكن كانت تمر وأجيال تسمعها وتفتكر أن هي حقائق نطلع نشوف الفيديو التاريخ لا يمحى وموجود فبالتالي بس لما بتيجي تعمل كذبة وتأكدها وده يأكد عليها وده يتكلم عليها فبتتحول لحقيقة فعايز أقولك أن ماتش الأهلي والزمالك الأهلي لعب تشكيله كامل ما فيش أي صحة لأن الأهلي كان في فلسطين ومش عرف الكلام اللي بيقولوه ده ده حاجة طلعت فجأة يعني لوين دولة لكن طبعا ده كلام ملهوش أساس بالصحة ويجب أن التاريخ لا ما ينفعش في حاجة تاريخية نقول أصلي تجاوزا هنقول لا التاريخ لا ما ينفعش يعني أنتم متخيلين مين اللي بيجذب على التاريخ ويتحدث إن التاريخ لا يجب أن يجذب عليه وإن ما ينفعش إن التاريخ يتغير وعشان ما ينفعش التاريخ يتغير وإحنا معاك يا أستاذ عمر يا دردير حنعرفك التاريخ اللي أنت حاولت تتغيره وما ينفعش يتغير النادي الأهلي وخسرته بالستة صفر الف تسعمية اربعة واربعين ستظل شرف ليوم الدين زي ما قال جمهور النادي الأهلي ليه؟ لأن فعلا سافرنا لفلسطين لأن فعلا تحملت قرارات الشد نتيجة اختيارك إن انت تسافر وتدعم القضية الفلسطينية اللي البعض بيقول إزاي القضية الفلسطينية كانت موجودة قبل الف تسعمية تمانية ربعين وده جهل بالتاريخ ومحتاج تكتب بس سرش كده على كلمة القضية الفلسطينية وإنت تعرف الوقت ده كان بيحصل فيه إيه والنادي الأهلي سافر ليه؟ ببساطة تعالوا نأكد الأول الوثيقة التاريخية في جريدة الأهرام واحد سبتمبر 1943 وهنا بيقول وقع ما كنا نخشاه من اشتراك من سفروا من لعب كرة القدم إلى فلسطين من المباريات فكتباره يوم الأحد الماضي مع نادي البطار من أندية اتحاد فلسطين تمان هنا بيتقال إن حيتم تطبيق القانون على اللي خلفه القواعد نيجي في قرار ستة أكتوبر 1943 وبيتقال ننقل الخبر اللي بعده ستة أكتوبر 1943 وبيأكد الخبر شطب اللاعبين قررت لجنة اتحاد العليا شطب اللاعبين الذين سافروا إلى فلسطين وقد حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة والعزة فاهمي بك وزيره الحقانية ومحمد حيدر باشا وحسن فاهمي رفعت باشا وفهد أنور بك إلى آخره طيب هنا إذن واقعة السفر لفلسطين صحيحة وواقعة شطب اللاعبين صحيحة في ستة أكتوبر 1943 اللاعبين اتوقفوا لعدة أشهر قبل مباراة الكأس اللي تلعبت في 1944 ولأن كابتن خالد الغندور حظه وحش قوي معانا كان مفترض كابتن خالد الغندور هو اللي يقدم لأستاذ عمر الدرديري المستندات دي والوسائق دي لأن لما تقال في وجود كابتن خالد الغندور من عمر الدردير إن الحجة بتاعة السفر لفلسطين دي ما حصلتش كان أقدر واحد إنه هو يرد إن هي حقيقة وما يقولش في أول فيديو عرضناه لكم الموضوع بتاع السفر لفلسطين والكلام اللي بيتقال ده كان لازم هو اللي يرد هتقول لي كابتن خالد الغندور هو اللي يرد فيما يخص وقعة تخص النادي الأهلي آه هقول لك كابتن خالد الغندور هو اللي يرد في وقعة تخص النادي الأهلي ليه هو اللي يرد؟ لأنك هتسمع شهادة تاريخية على لسان خالد الغندور وهو يؤكد أن الستة صفر شرف ليوم الدين نطلع ونسمع الفيديو تفوق فريق فاروق بحق ولعب على أحسن حال وهزم غريمه النادي الأهلي بستة أهداف للا شيء فاستحقت تهنئة وزفر بكأس الملك المحبوب ولكن هزيمة النادي الأهلي الكبرى نصر أدب كبير يجب أن يعرفه الجمهور فالنادي الذي شطب فريقه عاما رياضيا بأسله كان يجب أن لا يشترك في الدورة الرياضية هذا العام لعدم المران والشلل الكامل الذي أصاب نشاطه الرياضي كان هذا هو الواجب فنيا ولكن كأس كأس الملك والمساهمة في مبارتها شرف وواجب ولهذا لم يتردد في أن يؤدي المباراة مثلا للعب يقبل الهزيمة سلفا مثلا قاعدة في ميدان الروح رياضي العلم ومسوء الحظ أن المباراة النهائية حددت في أسبوع الامتحانات النهائية وأغلب فريق النادي الأهلي طلب يمتحنون بالفعل ومع ذلك قابل النادي الأهلي الهزيمة سلفا ليضرب مثلا أعلى آخر في دنيا النظام وإن ظلم نفسه وأبنائه هذه الإصابات الستة سما رياضية نموذجية تسجل تقليدا أخلاقيا عالميا غاليا وإلى اللقاء في العام القادم وده الأهرام هنا نجد من النتيجة شوف بنا بيقولك الأهرام إيه رأيها بعد يومين العرب الرياضية برضو كتر أما الأهلي فلولا أنه داخل هزيمة مساوقة متحدين وثقا من نفسه لقولنا أنه له العزر في هزيمة لقلة مرانه لكنه كان على كل حال شجاعا في الملعب لم تهون هزيمة أفراده إلى اللحظات الأخيرة دين جلة قبل المطش ده بحوالي عشر شهور سورة فريق النادي الأهلي وقد أشيرة بعلامة النجوم القاهرة الذين شطبوا وهم الكاوي على الأرض وفي الصف الأول كامل مسعود وأمين شعير وفي الصف الثاني مونير وصلاح عثمان والصواف ورقفة ولبي وفي الصف الثالث المهلمي والجندي والفار ولم يظهر في الصورة الكسار ومخيمر إيه رأيك في دي؟ حلوة مش كده؟ أنت اللي على لسانك بتوسق للنادي الأهلي أن خسرته بالستة صفر كانت وسامة على صدره أنت اللي على لسانك بتوسق أن النادي الأهلي لعبك المباراة اللي خسر فيها ستة صفر ولعبته مشتوبة وما بيلعبوش من شهور أنت اللي على لسانك بتوسق للنادي الأهلي أنه لعب المباراة اللي خسر فيها ستة صفر رغم ظروف كانت تمنع اي فريق تاني انه يلعب انت اللي على لسانك بتوسك للنادي الاهلي ان خسارته دي كانت حاجة يتشرف بيها كل اهلاوي وانت اللي كنت بتستعرض التاريخ وبتقرأ الخبر في الحلقة اللي انت كنت قاعد فيها تناسيت وحاولت تعمل ان ده ما حصلش بس احنا جبناه على لسانك انت مش على لساننا احنا عشان يعرف كل زملكاوي قبل كل اهلاوي وتعرف انت وان كنت عارف ان الستة صفر هتظل الشرف ليوم الدين يفخر بيها كل اهلاوي ان الخسارة دي جاءت عشان زي ما تقال النادي الاهلي يكرم ويوصق فكرته بمعاييره الاخلاقية ومعاييره الوطنية اللي صعب تلاقيها في اي نادي تاني ايه رأيك يا كابتن خالد اعتقد الفقرة دي محتاج بجد تراجع كل حاجة انت عملتها اعلاميا من ساعة ما ظهرت بعد ما شوية الوصائقيين دول اتعرضوا ويا فقرة بنصح كل اهلاوي انه احتفظ بيها مدى حياته لو حب يحطها لينك لكابتن خالد الغندور فيما يخص مصداقيته في اي شيء واي موقف طيب كانت دي نهاية ما يتعلق بالهزيمة بسوداسية ولكن لان البعض ما بيفتكرش تاريخه ولان البعض مزينا مزاكر كويس اوي تاريخنا دي بينسى وفي لحظة ما بيحب يعمل حاجة على طريقة السوشيال ميديا لما حب اغازل فيها الجمهور فاروح ميدي واحدة بس خد بالك الواحدة عندنا بترد بكتير اوي تعالى نشوف كابتن خالد الغندور وشادي ايسا وهم بيسخروا من خسارة النادي الاهلي من ساندوينز عشان عندنا رسالة بالخمسة نطلع ونشوف الفيديو طب اكبر هزيمة لزا مالك في افريقيا كيف خمسة واحد باية صح ورب عليك كان مطشين مطشين ايه بقى لوجه كماسي و الضبط نجم الساحلي نلعب عشرة opf 30 80 بكري جسامة طب اكبر هزيمة في تاريخ الفرقة المصرية الخمسة صفر cuid مش سهل انت برضه عشان الواحد بس ايه الواحد اللي جبنا هنا وشهبت فرق ازاي الحمدة الله فرق معنا وجدينا طرب الجزاة على فكرة في نجم الساحلي حاسم امام فاكرة شادي عيسى مش سهل اه طب تعالى بقى نوريك ان الاهلي خط احمر مش اسهل منه بما انك اتكلمت عن الخماسيات وان اكبر نتيجة افريقية لما النادي الاهلي يخسر بخمسة تعالى نستعرض خماسياتك الشهيرة مش مع الاهلي بس زي ما قولنا 3 خماسيات في سنة و 3 شهور خماسياتك بشكل عام بما انك انت اكتر نادي عاشق للخماسيات النادي العاشق للخماسيات نعرض الصورة وهزائم نادي الزمالك بخماسية بنتكلم في 9 خماسيات الاهلي والزمالك 5-1 و 5-0 و 5-1 اللي احنا اتكلمنا فيهم من شوية عندنا بعد كده الترانف كاس مصر 5-2 اللي اسماعيلي في الدوري العام سنة 57-5-3 كتوكه بتخسر منها 5-1 في 87 طب احب اقولك عشان حاجة مهمة جدا في كتوكه في 87 انت خسرت من كتوكه 5-1 في ربع النهائي جالي كتوكه انا في نصف النهائي وكسبت كتوكه وصعدت لعبت النهائي مع الهلال السوداني 87 وخدت البطولة بتخسر من الحرس 5-0 رهي من حرس الحدود في 2005 وبتخسر من النجم 5-1 في 2015 وبتخسر من الوداد 5-2 في 2016 اعتقد سرعة الخماسيات ومرورها على مدار شريط تاريخ نديك يخليك ما تحاولش تقول ان النادي الاهلي خسر 5-0 من سان داونز وعلى فكرة نادي الاهلي خسر 5-0 من سان داونز بس عصام الشوالي قال هالك حيفضل يدفع تمانها الى يوم يبعثون انت عملت ايه مع اللي شاهلوك الخماسيات دي؟ عملت ايه؟ حققت ايه مع اللي شاهلوك الخماسيات دي؟ نادي سان داونز النجمة الوحيدة اللي على شعاره افريقيا كانت من فريقك انت نجمة الوحيدة اللي على شعاره افريقيا كانت من فريقك انت اما انا سان داونز بالنسبة لي ده كان استثناء لان القعدة النادي الاهلي هو البطل وهو سيد قومه في افريقيا وهو ساحب الارقام القيصية كابتن خالد اتمنى تكون انت وعمر الدردير وشادي عيسى وكل الناس استمتعت بالفقرة دي اللي كان فيها ردود بالورقة والألم مش كلام مرسل نشوفكوا بعد الفاصل وتمنى تكونوا مستمتعين معنا واو واو تروحوا في حيث يمكن من حسن حظ البعض النهاردة ان في ظل الفقرات القوية دي السنائي غير مكتمل ولكن نوعاتكم الحلقة الجاية انا واسامة انكم موجودين معاكم ولكن ما زالت الردود متواصلة وما زالت الحقائق برضو متواصلة خرج علينا عضو مجلس ادارة النادي المصري طارق هاشم بتصريح قريب جدا اجتماع عملته الاندية في اتحاد الكرة وإذ فجأة بيخرج عضو النادي المصري بيقول كلام محتاجين نسمعه ونرجع نعقب يلا بينا طبعا عايزة اقول حديثة على مفضقة اتكامتل السادة عبد الحفيظ في اجتماع الاندية الاخير ده اه اللي هو عشان اللي هو كم من يومين ده اللي هو بتاع اللقاح والمسابقة والدوري والكلام ده اعترف لأحد الحكام ان هدف الاهلي الاولاني اجه في ايد محمد الشريف ده يا روك والكلام ده اقسم بالله عرب السنية ده انا بقسم لك بالله اه اعترف واقوله كمان واعترف لرئيس لجمد الحكام وقال احمد ان الجول الاولاني بتاع النادي الاهلي بالفعل جه في ايد محمد الشريف اللي هو مطش الاهلي والمصري يعني انا انا مش بقولي الكلام ده اللي انا بشكك فيه لا كانت استاذ عبد الحميز سام محترم وانسان صريح وقال كلمة الحق وده تشهد له ده تشهد له كانت اجتماع حزيزك مش تبقى عليه لا ده تبقى ليه النهاردة النهاردة ما راجل مدير كورة النادي الاهلي يطلع يعترف بعد المباراة شوف بقى كان مطش لا كانت لا في حاجة غلط في المنظومة الرياضية لازم تتعدي ايه الجميل ده يعني انت طالع على قناة الزمالك تفبرج حوار على لسان كابتن سيد عبد الحفيز محدش سمعك فيه ولا حد اكد اي حاجة من الكلام اللي تقال ده وتبدأ تقول كلام مرسل ان كابتن واحنا بنشيد بكابتن سيد عبد الحفيز ان نعترف بكذا واحنا بنأكد ان كذا اولا كابتن سيد عبد الحفيز اكد ان الكلام ده ما حصلش بس الاهم من ان الكلام ده ما حصلش فكرة يا جماعة الكلام المرسل انت رجل مسئول رجل مسئول ما ينفعش اطلع اقول اي حوار لا ليه سند ولا ليه اي اساس مصحة وجاء في دماغي كده خبطت معايا ان اقول وطلع اقوله عند خالد الغندور في قناة الزمالك ان النادي الاهلي ظلم النادي المصر تظلم قدامه في لمسة يد محمد شريف لما سجل الهدف طيب انا عايز احكم اي حد الطبيعي ان انت تبقى بتتكلم في مباراة الاهلي والمصري اللي كده كده النادي الاهلي كانت نتيجته فيها مستحقة بشهادة خبراء التحكيم واللي عندك يا طارق يا هاشم يا عضو مجلس ادارة النادي المصري وقع مؤكدة اتكلم فيها كل المحللين وهي هدف نادي الزمالك اللي اتحسب من ضرب الجزاء كان قبلها في دفعة لمدافع لعب النادي المصري وان كانت الكرة من البداية فاول وما كانش فيه ضرب الجزاء مستحقة انت سايب ده ورايح تتكلم مع خالد الغندور على اللعبة دي طب ده مش كلامي تعال اشوف الحكام قالوا اللعبة اللي مفترض انت تبقى 24 ساعة بتلف القنوات تتكلم عن حق نديك فيها وهي وقعة المصري والزمالك اللي انت سايبها قالوا عن نائي نطلع ونسمع الفيديو محمود محسبش حاجة خلي بالك هنا محمود محسبش حاجة بس الفرنة ده الفرنة ده قالوا لمسة يد يبقى بيردو التالت حالة الفرنة ده كنا يا محمود غير بقى لمسة اليد اصلا احنا عندنا فيه فول اللي احنا هنشوف اللي هو هنشوف مدفع الزمالك هنا بص اللعب بص اللعب بص بيدفع ازاي بص الدفع نمشي كده هوا اه خلاص الدفع تم قبل لمسة اليد اذا مخالف قبل مخالف بالزبط يعني هي كان خطأ من الاول بس طب هنا بقى يعني انا ما شفت الفيديو نادي محمود ليه جاب له لعبة تانية جاب له لعبة لمسة اليد فقط جاب له الفريم ده جاب له الجزء ده طب هنا بقى زي ما اشدنا بحكم الفيديو هنا حكم الفيديو غلط ابن ظالم محمود في كرة زي دي تقنية الفار يعني في لعبة زي دي مبين الدفع ومبين لمسة اليد متر مبين مخالفة ومخالفة متر هو كان لازم محمد عباس يجيب للبنة الصورة بالكامل والبنة والبنة يختار خلي بالك ان الكابتن شوبر الكابتن شوبر كان بيقول انه ما عرفش جاب الاخبار منين قالك في غرفة الفار كان الحكم احمد جمال ومحمد عباس فقال له انا هجيب له دي مش قال له جيبه له كلها اه احترامنا الكابتن احمد شوبر طبعا على الراس ما انا بكتكلم لو في حاجة زي كده لا يفرغوا بقى شويت ما خليتيش اكمل انا عايز اوصل لنقطة مهمة طب يلا عشان نحفيها حالات كتيرة طب معلش النقطة المهمة في اللعبة دي مهمة اهو كابتن سبيل ان الفار النهاردة طالما لعبة زي دي بغض النظر انا مش هسأل وقلهم انا شغلتك لاجنة بتاع اروح افرغ عشان اقدر اوصل للصح الكلام هنا مهم ليه لان الموضوع وصل لتحقيقات وتساؤلات عن لقطة حسمت نتيجة مباراة لصالح نادي الزمالك امام النادي المصري الطبيعي كمجلس ادارة بيخص نادي يتكلم في الوقعة دي وعلى فكرة لو النادي المصري اغفل الوقعة ومحاولش يتكلم فيها كنا احنا هنا في قناة النادي الاهلي غير معانين بالامر خلاص حالة هو مش عايز يتكلم فيها امر يعنيه ولكن ان انت تسيب الحالة دي وتطلع تتكلم على مدير الكرة وتحط شهادة على لسانه انه هو قال ان هدفه في شباكة كان بلمسة يد اعتقد هنا او اتكلم ان هدفه كان بلمسة يد محمد الشريف اعتقد هنا محتاجين نفهم ليه ده حصل وليه بيحصل مع اعلامي زمالكاوي من عضو مجلس ادارة نادي المصري لو عرضنا الصورة دي ممكن نفهم شوية ان اعتقد استاذ طارق هاشم كان مراسل قبل كده في برنامج يخص كابتن خالد الغندور وكان دايما المتابع للكرة والمتابع لقناة دريم وقتها كان فاكر كويس قوي ان طارق هاشم كان دايما اراءه تجاه النادي الاهلي كان فيها اراء واضحة جدا لانحياز لنادي الزمالك والنادي المصري ضد النادي الاهلي فدي الصورة العامة اللي تعرفكم ليه التصريح اتقال بالشكل ده وان التصريح مش خرج من حد مصدر ثقة انت ممكن النادي الاهلي يقبله لانه ده تصريح في منتهى الخطورة واعتقد النادي الاهلي السنة دي تحكميا وكل سنة هو اخر نادي ممكن اي حد يتكلم عن اي مجاملات بتحصل معي طيب هل الكلام ده والنوعية دي من الكلام وقفت فقط عند بعض عضاء مجلس ادارة لاندية لا بدأت تتردد وتتردد من غير اي سنة كابتن ايمان يونس شخصية دمسة الخلق احنا بنحترمه كثيرا ولكن احيانا ضغط الجمهور واحيانا لما انت تكون عايز تكسب ود الجمهور بتخرج بعض التصريحات برضو اللي بتخدم مصالح منافس على حساب منافس دون سند واحنا نربأ بيك يا كابتن ايمان ان انت تتكلم من الزاوية دي تعالوا نشوف كابتن ايمان يونس قال ايه ونرجع نعقب بالورقة والقلم وبصراحة انا شايف ان اللي حصل يعني رغم قسوته ورغم الفرص كتير لكات نادي الزمالك لكن دي نتيجة طبيعية لللي بيمر بيه نادي الزمالك من مباريات وضغط المباريات وحتى كمان يعني انا مش هايز اتكلم عن التحكيم من السنين الكابتن شنوي لكن التحكيم اصبح مستفز لكتير من لعبة نادي الزمالك لكن ال... عندك حالات نهاردة كابتن شايفها؟ لا في حالات احنا بنحسها يعني من المطش اللي فات والمطش ده اللعبة حاسة كده ان فيه عمف ومواجه ما بينه وما بين التحكيم طيب عندك حالات انت شايفها؟ لا في حاجات احنا بنحسها على طريقة قالولو طبعا التحكيم لا يمكن يكون بالشكل ده ولا يمكن بعد ما شفنا عدد كبير جدا من الحالات استفاد بها نادي الزمالك كمان نحاول نضغط ان النادي الزمالك حاسس بظلم تحكيمي ليه؟ لمجرد ان طارق حامد الطرد وبنشرق الطرد واخيرا اللوايح التحكيمية بدأت تطبق على نادي الزمالك فكتير جدا من المنتمين لنادي الزمالك لسه ما استوعبوش الموضوع طب تعالوا بقى احنا نرد بطريقتنا هنا في الاهل خط احمر وطريقة عمل الاهل خط احمر بالكامل وفريق عمله 11 نقطة في رصيد الزمالك من مجاملات تحكيمية او اخطاء تحكيمية ضربتين جزاء امام امبي والمباران تاعت اتنين واحد ضرب الجزاء امام سموحة والمباران تاعت اتنين واحد ضرب الجزاء غير صحيحة للزمالك امام برامدز والمباران تاعت واحد واحد ضرب الجزاء غير محتسبة للاهل رامي ربيعة والمباران تاعت واحد واحد هدف ملغي لبرامدز امام نادي الزمالك والمباران تاعت واحد واحد وركل الجزاء غير محتسبة للمخولون والمباران تاعت اتنين اتنين ضرب الجزاء غير صحيحة أمام المصري والمباراة انتهت 3-2 ده بالورقة والألم 11 نقطة استفاد منها نادي الزمالك وتسع نقاط أو تضرر منه من نادي الأهلي بأخطاء تحكمية وكمان ده أكتر من تسع نقاط ومع كل ده كابتن أيمن يونس بإحساسه شايف أن لعيبة نادي الزمالك حس أن عليهم ظلم أعتقد مش فاهم إيه ممكن يحصل مع نادي الزمالك تاني من استفادة من حالات تحكمية عشان ما تحسوش بالظلم ده كابتن أيمن يونس تنحى عن ضغوط الجمهور وحضرتك في ستوديو محايد في قناة مهمة جدا فنتمنى أن الكلام يكون بالدليل مش بالأهواء ولو حصلوا بقى بالأهواء الأهلي خط أحمر موجود وإعلام النادي الأهلي بالكامل موجود نطلع لفاصل وصدقوني لن تقل سخونة الحلقة أبدا نشوفكم بعدكم موسيقى 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 كي تسعيد بالوجود معاكم وكمان ردود الأفعال المتوالية دايما وتمنى أن إن شاء الله دايما نقدم رسالة في الأهلي خط أحمر هنا بقى محتاجين فعلا نقف عند نقطة مختلفة شوية يمكن كابتل رد عبد العال عاد ليمارس هويته وهي الكلام اللي البعض منكم ورغم اعتزازي بيكم بياخدوا مصار الضحك السخرية المحتوى الترفيهي اللي هو بيحاول يروح في سكته ولكن أحيانا بيكون هو على طريقة دس السم في العسل أيوة لما نتكلم عن لاعب زي أفشة صاحب القضية ممكن صاحب العلامة اللي هتظل تاريخيا راسخة في عقل كل مشجع أهلاوي لازم هنا نشوف اللي بيتقال إيه وليه والغرض منه إيه نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب تعقيب هام جدا على الكلام ده تعالى بقى على أفشة على أفشة لا أفشة طبعا هيفرق كتير قوي وانا سامع انه هو جايله عرض انت بتقول في ناس من جماهير النادل قالي مش مكتنع بأفشة الله العظيم والله العظيم في ناس بيتكلمني لما بعمل الفيديوهات وبتكلم على أفشة كويس بتقوله أنا مش عارف انت شايفه ازاي ده ده هالي لعيب في الأهل لو مش عاجبكه بقوم يعني لو انتو مش عاجبكه فيه دي أراء أراء جماهير ودي ما فيش مشكلة فيها كتن لكن إدارة وتأثيره جوه الملعب ده إدارة إدارة وإدارة فلنية ده أنا أتكلم على الجماهير على الجماهير أنا مش كله كتن تأكيد ما أبص الإدارة لو هو فيه البديل هيمشه انما دلوقتي ما فيش بديل لقافش في بديل هو مفروض كان الأقرب نصر مهد لكن الرجل مش يختبع بيه خلاص هو حتى نصر كمان لما بيلعب ما بيدلكش الإحساس أن هو عايز يلعم فعشان كده أنا بقول لك لو وخد مني ثقة لو أنت دلوقتي جيت وقلت قفشة يمشي كل الجماهير يتقول لك يمشي نصر ماهر قده متمر ونصر ماهر لو خد مكانه هيكسر الدنيا بيقوله كده هم فهم بيحبوا نصر ماهر عشان أنه ده ابن النادي الأهل طب ما نصر جيه وما أثبتش جدارة والراجل دلوقتي هو الوحيد من أول الموسم لغاية ما تصاب المطش اللي فات هو الوحيد اللي وقف على رجله كلام خطير قوي وكلام يستحق وقفة ليه؟ لأنه هو ملعوب بطريقة يمكن كابتن رضا عبدالعال كان حريف في الملعب وحاول يبقى حريف قوي ومهاري قوي في إزاء النادي الأهل ليه؟ لأنه هو عمل أنه هو محامي أفشة حط نفسه في موضع المدافع عن أفشة تعتقد أن الكلام اللي بقوله في حق أفشة جيد ولكن في نفس الوقت حط على لسان جمهور النادي الأهلي أدلة الاتهام والضغط على أفشة حط أن جمهور النادي الأهلي بيقول لو أفشة ماشي قال لفظا كل جمهور النادي الأهلي عاي يقول إحنا أعايزين ويمشي أفشة أعتقد دي داخليا من أثار القضية أثار القضية بس مش أي حاجة تانية هي اللي ممكن ذهنيا تخليك بتحلم في اللحظة اللي أنت تتخلص منها من كبوس أفشة وصداع أفشة وتجيب ده على لسان جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي عمل من أفشة حكاية بيرددها جمهور النادي الأهلي هو اللي التف بأعلام ولبس تيشرتات عليها أفشة وعليها رسمة أفشة جمهور النادي الأهلي اللي هو بيتغنى بلاعب زي أفشة وكلمة القضية ممكن لم يحدث من سنوات ويمكن تحديدا من بعد فكرة هدف أبو تريكا الشهير في الصفاقصي يمكن ده آخر هدف كان للتأثير الجماهيري ده يمكن جمهور النادي الأهلي ارتباطه بأفشة هو أصبح حاجة حتمية بيتمتع بيها أفشة وعرفها كويس قوي حب أفشة للنادي الأهلي شيء مهم ولكن كمان شعوره بالجمهور أفشة عارف يعني إيه بقى آيكونة عند جمهور النادي الأهلي أفشة اللي شبهنا اللي عامل زينا أفشة البسيط اللي بيفكر زي الجمهور اللي قال جي لأبو تريكا وقال الجمعة راجع وانت عايز دا يا كابت الرضا ما يحصلش أفشة اللي دلوقتي دايس على نفسه في العلاج اللي جاي على نفسه اللي كل الجمهور عمال يكتب كل يوم ملحمة جديدة عن أفشة بيعمليه عشان يرجع الملعب أفشة اللي بقى عند جمهور النادي الأهلي في حتة تانية خالص تأثيرا ونتيجة وكل حاجة عايز تطلع جمهور النادي الأهلي ناكر للجميل لا أفشة لاعب بيدي النادي الأهلي باحتراف وجمهور النادي الأهلي بيحبه باحتراف وبانتماء لأن جمهور النادي الأهلي قادر على الفرز جمهور النادي الأهلي هو اللي بيشوف أفشة وهو بيرجع فدوري أبطال أفريقيا بيطلع كورة من على خط المرمى وأنا ياسف في عدة المباريات لأن عارف كويس قوي أن أفشة لاعب بيهين نفسه في الملعب وأنا بعني اللفظ ده بيجي على نفسه ما بيفرقش معاه ومسيماني قالها قال أفشا أعدت اتكلمت معاه قال لنا عايز أصنع تاريخ للنادي وأنا قلت له وأنا حساعدك عشان تعمل ده هو ده أفشا هو ده أفشا اللي جمهور النادي الأهلي بيحبه ولا يمكن طريقة الكلام دي تخلي بعض من جمهور النادي الأهلي ينسى اللي أفشا عمله واللي لسه حيعمله كمان محتاجين نشوف أفشا اتقال عشان قبل ما ييجي النادي الأهلي عمل إيه إن فعلا اللاعب يستحق التقدير وحب جماهير النادي الأهلي اللي عمرك ما أتغيره يا كابتر رضا نطلع ونشوف الفيديو ده أفشا كان بينزل تمرن مع العمال مع العمال إزاي؟ أه الله قاتل أفشا يقولك الموضوع ده يعني مع العمال أيه طبعا كان في فترة نزل كان دي صبر مع الإدارة برضه أبلغه أفشا أن الرجل مش عاوزك مش عاوزك معه في المعاصقر في المجموعية فكان أفشا طبعا كان في وقت اللي جاي له زمالك وأهلي فبيخليوز مرن لوحده زي موضوع أنا كده لما كنت بتمرن لوحده السنة الفات مع مدربين مش مع العمال يعني لا كان بيروح والله أفشا كان بيلاقي عمال وكانش في حد بيروحي مرنه والله إذا بكلمك اطلع لا مش تقليلا كمان من العمال يعني لا العمال لا نسفه دماغنا بالضبط كان بيروحي لاقي العمال ما هو أفشا لوحده فكان بيعمل ليه بقى أفشا انت عارفه إيه حبوبه بتاعه فبياخدها بهزار بقى وبتاع لحد ما ربنا كرمه دلوقتي وشوف أفشا فيه دلوقتي مرشا هو ده أفشا اللي عايزنا ما نحبهش هو ده أفشا اللي عايز جمهور النادي الأهلي ينسى لحظاته وينسى القضية وينسى كل اللي بيعمله على فكرة الرسالة دي مش لجمهور النادي الأهلي ما بينساش اللاعب اللي بييجي على نفسه عشان النادي واحنا عارفين كويس ما كانت قفش عنده جمهور ولكن هي رسالة لكل من يعتقد ان بامكانه ان هو يعب بس بعقل جمهور النادي الاهلي صعب قوي صعب قوي لان جمهور النادي الاهلي اللي انت فاكر ان انت هتضحك عليه هو اللي بيتفرج عليك وبيعتبرك فاكرة كوميدية وقاعد بيضحك واخيرا مفيش افضل من لسان البسطاء الناس اللي شبهنا وشبه افشة واللي افشة طالع من طينة ارضهم ومن جمالهم ومن شمخهم ومن فرحتهم اللي طالع من القلب نشوف الفيديو ده عشان نعرف افشة في قلوب الجمهور عامل ازاي افشة طيبين البسطاء الودعاء ما بتضحكش عليهم ابدا خليك فاكر ديها كابتا الرضا نيجي بقى لحد تاني حاول يضحك على نفسه مش على جمهور النادي الاهلي في تصريح بيستهين بالنادي الاهلي وما حققه في كاس العالم للاندية وبيحاول برضو يغير التاريخ كعاته وضمن محاولاته الدائمة انه هو يعمل تاريخ غير حقيقي هو في عقله فقط وهو عمر الدردين نطلع ونشوف الفيديو ونعقب من الورع والاند رأي حركة في التصريح بقى بتاع المؤنس خلال مرتجي استكمالا للمبالغة تصريح الكابتن خالد مرتجي ده مبالغة مبالغة مش مطلوبة النادي الاهلي يكسب ويعمل انجاز خليني بس خلص كلامي انا نهاردة مرتين تالت عالم لاندية ما بقى شعندي تموح ان ناخد بطولة دي في يوم الام تاخدها ازاي يعني تاخدها من بطل اوروبا بقى نتكلم كلام عقلي يا جماعة انت عايز تفاهمني ان الاهلي هيجي يوم من الايام قريب يعني انا مش بتكلم على المستوى البعيد هيكسب بطل اوروبا هيكسب بطل امريكا الجنوبية ايه المشكلة هي نقطتين النادي الاهلي يغلب بطل اوروبا شفنا فليك مدرب بايوني ميونيخ وهو بيقول لمسيماني ان هو ازاي احترم فريق النادي الاهلي وكان عامل حسابه ان لو مداش النادي الاهلي قدره كل الامور واردة وحيفضل عندنا طموح لان النادي الاهلي طول عمره كده طموحه لا ينتهي ان احنا في يوم اه هنفوز على بطل اوروبا هنفضل عندنا طموح ان وارد في يوم حلمنا يتحقق وانحقق كاس العالم للاندية لان ده طموح مشروع ولكن اللي هو طموح اتحقق فعلا الفوز على بطل امريكا الجنوبية اللي انت بتقول ان النادي الاهلي عمره ما يقدر يكسبه لا النادي الاهلي فاز على بطل امريكا الجنوبية وادى الى اسوأ مشاركة لبطل امريكا الجنوبية واول مرة فريق من امريكا الجنوبية يفشل ان هو يحقق المركز يقدر يحقق المركز الرابع نتيجة ان فريق افريقيا يتخطى كان هو النادي الاهلي النادي الاهلي معيار صعب جدا النادي الاهلي وانت بتشوفه كل مرة في كاس العالم للاندية ومشاركاته المستمرة اكيد هتتعب اكيد هتزعل اكيد هتحاول تعوض ده بس ما عندكش حظوظ ان انت تقدر تعوضه غير في خيالك وغير ان انت تقعد تنتقص من النادي الاهلي بش مهندس خالد مرتجي وكل من في ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب على رأس الجميع عنده حلم يخص النادي الاهلي الحلم ده لا يمكن تصريح ولا يمكن اي كلام يوقفهم عنه وانا بعني لا يمكن اي كلام يوقفهم عنه لان اللي في النادي الاهلي عارف قدر النادي الاهلي كويس قوي نطلع للفاصل عشان نكون معاكم بعض الفاصل في اخذ فقرات انت اتكلمت في المؤجلات اللي هناك ده اتكلم عن المؤجلات فيش حد ما اتكلمش عن المؤجلات كل من ينتمي لمنظومة نادي الزمالك بيتكلم عن المؤجلات وبيتكلم عن فكرة العدالة وبيتكلم عن فكرة مباريات النادي الاهلي والفرق بينها وما بين نادي الزمالك وعندنا سؤال بنفضل نردده امتى كان متاح للنادي الاهلي يلعب وملعبش وفقا لللوايح اللي يلاقي الاجابة يبعتها لنا وحنعرضها في الاهلي خط احمر ونطلع ونشوف كابتن حازم امام قال ايه عن المؤجلات عشان يشارك في الترند انا امتهالي ما شفتش دوري هتلاقي فرقة لابة تسعتاشر وفرقة لابة ست مطشاط اه يعني في جدوى الواحد كده هتلاقي فرقة ممكن تلاقي مثلا اقل مطشين اقل تلاتة اه ماكسيم اربعة لكن ست مطشاط ممكن يزيدوا كمان الله يعلم يعني وفي جدوى الواحد في سنة واحدة ما شفتهاش ما عافش ازاي يعني كتير جدا اه وضغط ضغط مطشاط كبير جدا لنادي ناندي زمانك تحديدا يعني الوحيد اللاعب الكاس هو الاسماعيل هو ما لاتضغطه الضغطة الكبيرة دي يعني ما كانش ازاي مطش الكاس ده يتلحم ايه اللي كان هيدور في الموضوع ما الاهلي يسا ما نعبش ولا بيرميدز لعب سموح كان زمانك تلعب مطش الكاس ده في الوقت ده بتاع الكاس اللي هي عافية منش الأهلي والزمانك اللي كانت زمانك لعب مع هالاسماعيلي كانت زمانك لعب الحد الاتنين اللي فات مع المصر والنهار ده مع الجونة وخلاص هو بس يعني تأكيدا للخلام كانت الجاري بصورة قوي دي في حاجة وانت ما عندك وقت كبير خصوصا زمانك ما عندوش حاجة عام يلعبها طيب هل دي وجهة نظر فردية لا طبيعي بما ان كابتن حازم امام بيتكلم في حد ما عندوش كتير من البطولات داخل الملعب بس عندو كتير قوي قوي من البطولات خارج الملعب وهي بطولات زائفة ووهمية لان هي بطولات في التصرحات والمواقف الغريبة وهو شيكابالا نطلع ونشوف شيكابالا قليل بس زي ما انا بقولك قوة ده قدرنا اللي احنا في نزة ملك واللي احنا في حاجة نزة ملك وان شاء الله احنا بنوعده من اللي احنا هنحارب اللي احنا اخد بطولة الدوري رغم اللي بيحصل اللي بيحصل بعيد عن الكرة مالوش حراكة بالكرة يعني احنا مش هنطلع من المكشس كندرية باللعب المصري ومن المصر نطلع على السويس نفوا عن محافظات صحيح دي مش كرة مفيش كرة بتلاقي كده طبعا وبعد كده بيطلعوا يقولوا اللي سرق تاني هي اللي لعبة اكثر لأ مفيش كده حضرتك مفيش ديش الكلام ده انتوا بتحقوا على مين صح جمهور الزمالك فاهم كرة وفاهم اللي انتوا بيتقولوه كويس قوي وفاهم اللي بيحصل في رئيته وفي نبي مه فاحنا بقعد جمهور الزمالك اللي احنا هنفضل نحارب لحد ان شاء الله ما ناخد الدوري ان شاء الله والله يا شيكابالا انت اللي فاهم جمهور الزمالك كويس احييك بصراحة انت اللي فاهم جمهور الزمالك كويس عايز يسمع ايه انت تعبان ان انت روحت اسكندرية وروحت السويس يا شيكابالا النادي الاهلي قبل ما يخسر من سندونز خمسة اتعملوا جدول كانت الخماسية دي نتيجة حتمية ليه نادي الاهلي راح لعبك في برج العرب والملعب كان وقتها وضعه نتيجة الظروف الجوية سيء وبعد كده راح لعب مع الاتحاد في اسكندرية تمانية واربعين ساعة وسافر اطول سافرية في افريقيا احنا بنسافرها ضد سندونز عشان خاطر يرجع حتى قبل مباراة العودة مع سندونز هنا في مصر محدش ادال فرصة وتحطله مباراة المقصة قبلها بتمانية واربعين ساعة ده الجدول نادي الزمالك يا شيكابالا اللي رئيس النادي قبل كده قال ده فرجاني اللي اجلناه لدوري لبعد الامم عشان خاطر يكون راجع من الاصابة اعتقد لو انت بتتكلم عن الجمهور عارف ايه كويس والجمهور فاهم كويس قوي فاعتقد انت اللي فاهم جمهورك عايز يسمع ايه يا شيكابالا ياللي مرهق وفريقك مرهق انت عدت تلات شهور واثنين وعشرين يوم ما تطلعش برك قاهرة قبل ما تسافر عشان تلعب مباراةك الاخيرة دي اللي انت شايفها ارهاق تلات شهور واثنين وعشرين يوم ما بتسافرش برك قاهرة لعبت لتلاتاشر مباراة في القاهرة موجودين وممكن نعرضهم تلاتاشر مباراة في القاهرة للزمالك في القاهرة كلهم قدامنا بتواريخهم وكان مفيش اي ارهاق ولو اتكلمنا عن الارهاق اتكلمنا عن النادي الاهلي اللي كان بيلعب في ظروف صعبة جدا النادي الاهلي اللي سافر في مباراة ساندونز لما خسر بنتيجة كبيرة وهو محطط له كل الظروف اللي كانت نتيجتها تبقى طبيعية ان احنا نخسر بالشكل ده ولكن حييجي البعض يبقى عنده مدخل واحد احنا مش هنسيبه وهو انت ليه لعبتني وانا النادي الاهلي لسه لما يرجع من بعد افريقيا حيبقى فيه فرق مباريات فكنت خلينا ريح لحد ما النادي الاهلي يجي يلعب قلنا مليون مرة النادي الاهلي غير معنى يبدأ وما كانش عنده مشكلة فيه وما فيش اي حاجة تضرنا بالعكس احنا مضرورين من ضغط المباريات ولكن ما تبقاش انت كنادي الزمالك بتعمل الحاجة وعايز تكسب منها وعايز عكسها في نفس الوقت ازاي هفهمك انا ازاي نطلع ونسمع عضو مجلس ادارة نادي الزمالك كان بيقول ايه عن سبب لعب نادي الزمالك وموافقته على اللعب بشكل مضغوط نشوف الفيديو ان الجانب ده فني جدا وانك انت تحاول من خلال الادارة ان انت تعالجه دون السعانة بالرأي الفني يبقى تدخل سافر وده اللي تم عمله كابت حسين لبيب مع كارتيرون سأله كذا كذا قال له لا انا عايز لانه ممكن يكون خطته اللي عمل في ضغط يعني الى ان هو يطلب العكس يعني انت تحركت كنادي زمالك يا شكبالة تحركت كنادي زمالك وفقا لرؤية المدير الفني اللي خلى مجلسك ما ياخدش موقف برغبة في تأجيل مبارياته هتلي اي موقف رسمي لناديك كان بيطلب فيه تأجيل مباراة هتلي اي فاكس اي جواب والفاكسات بيناديك واتحاد الكرة رايحة جاية وعلى فاكرة من غير فاكسات كابتن فاروق جعفر بيرفع السماعة وبيعمل المكالمات اللي هو عايزة يعني واعتقد انت عارب برضو هتلي اي طلب واحد انت طلبت فيه رسميا ده ما حصلش انت المدير الفني نزلت على موقعك الرسمي انه هو بيطلب انه هو يلعب المباريات عشان كنت عايز كانت الامور ماشية معاك ولكن لما ضيعت نقاط قدام الجونة بدأت تتكلم ان كلنا عارفين الامور بيحصل فيها ايه والدوري بيتلعب ازاي لا يا شيكابالا كلنا عارفين انتم بتقولوا لجمهوركم ايه وكلنا عارفين انتم بتجيدوا المبررات ازاي اعتقد الاهل خط احمر النهاردة ادى دروس وادى رسائل قوية جدا لعل البعض يفقهها ولو ما حصلش احنا مكملين وعندنا موقفنا واللي بيقول دايما الحق موقفه سهل قلتلكم في البداية ان مباراة الترجي مع الاشقاء بتسود فيها روح الود ودايما سياسة مجلس ادارة النادي الاهلي على الحفاظ على العلاقات العربية وشوفنا مع الهلال السوداني السنة اللي فاتت وشوفنا كان موقف عظيم من النادي الاهلي ومجلس ادارته ودا اللي بنوعيدكم به ورسالة لجمهور النادي الاهلي دايما دايما النادي الاهلي يحافظ على حقوقه ولكن قوة وابدا حد ينجح انه تحصل مشكلة بيننا وبين اشقاءنا لان ان شاء الله المباراة تكون فقط داخل الملعب ونتمنى احكيد التوفيق للنادي الاهلي ونتمنى ان العشرة تكون من نصبنا اشوفكم الحلقة الجاية على خير وان شاء الله تبقى رفقة صديقه اسامة استمتعت بالوجود معاكم ويظل النادي الاهلي وجمهوره خط احمر امام الاكاذيب اللي بتتخطم امامه نشوفكم الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة